ده خلينا روح معك أستاذ وليد على فكرة أنه اللاعبين الكوانات طبعا كنت متابع الأزمة والمشكلة ومين هيتحط ومين مش هيتحط احنا معنا اتنين لعيبة كبار بس من المفترض أنه مسمح لنا بثلاث لعيبة اتنين بس اللي كانوا زي يقولوا كده يعني متوفرين لنا أن احنا نخدهم معنا لأولمبياد باريس رأيك ايه في الحكاية؟ الحقيقة للقصة اللاعبة وعدم انضمامها والمشاكل اللي حولها بدأت حتى من أول مشاركة لنا لما شاركنا في أول بطولة دورة العابة الأولمبيا عام 1920 بطولة اللي كانت مقامة في أنت يورب بلجيكا بنتكلم عن قصة حسين حجازي حسين حجازي وده واحد من أباء كرة القدم في مصر الرجل اللي كان احترف في دولويت شاملت وجاب خبراته ونقلها لمصر وكون المنتخب المصري اللي لعب بطولة عام 1920 في أنت يورب قبل ما يتأسس الاتحاد المصر يتأسس في عام 1921 طبعا كرة القدم في عام 1920 ما كانتش لسه بالأهمية لسه اللي لسه ما كانتش بتعرق يعني مرتبطة قوي بكرة القدم كان لسه اللعبة ما انتشارتش في مصر حسين حجازي من بالبيس في الشرقية من أبوه والده كان واحد من أعيام بتوع الشرقية وتنقلوا للقاهرة بالتحديد في حي سيد حسين في حي سيد الحسين حتى حسين حجازي تسمى على اسم سيدنا الحسين يعني في المنطقة اللي نشأ فيها كان وقتها والده عنده أراضي في الشرقية ده حسين حجازي طبعا واحد من أبوه كرة القدم في مصر كان والده عنده أراضي كتير في الشرقية وكان من أعيان الشرقية وكان وجه بقى في وقت الأولمبيات وإحنا مسافرين كان موسم جاني القطن فالده قال له ترع تاخد نفسك وتطلع على الشرقية وتشرف على العمال هناك لذلك ما قدرش طبعا الأسرة وقتها كان في القيم والمبادئ ما قدرش يقول لا فأوجه الرسالة اللعبة اللي هو كان مقترهم ومسافر بيهم في الأولمبيات قال لهم ربنا معكم إن شاء الله أنا مش هادر أشارك اللعبة طبعا رفض لتشارك وكان منتخب مصر مشاركته الأولى الرسماء مهددة بالإلغاء لأولى تدخل أعضاء ومجلس دارة النادي الأهل اللي توصل مع أسرته وأقنعهم أنهم يخلوا حسين حجازي يسافر وبالفعل سافرت كابتن حسين حجازي أنا عايز أقول لك كابتن حسين حجازي ده أسطورة يعني حتى كان فيه مؤرخ إنجليزي قريب كان عامل عنه كتاب إحنا في مصر الناس كتير ما تعرفش حسين حجازي واخد بالك إنت فيه المؤرخ إنجليزي عامل عنه كتاب دلويتش هاملت إجيبشن كينج من قوة تأثير هذا الرجل في تاريخ كورت القدم المصرية والإنجليزية كان بقى ننقل بقى على الأولمبيات عام 1924 في باريس كان فيه مشكلة برضو مع اللعب اسمه محمود مختر الفاعي اللي هو بعد كده محمود مختر التتش واحد من أكبر لعب الجنب في تاريخ كورت القدم المصرية الأولمبيات كان وقتها عنده 19 سنة زي قصة اليمين يمال امتحنت البكالوريا وقتها جات في معاد الأولمبيات فوقتها أسرته رفضت وكمان وزير المعارف محمد سعيد باشا رفض إنه يأجله الامتحنات أو حتى يبعت له أو يمتحن هناك في فرنسا عن طريق المفاوضات المصرية الفكر دلوقت أو الفكر الزمان كان اللي هو يسيب تعليمه ويلعب برئي وضع يعني آه كان بالضبط كان كده اللي حاصل يحصل إيه بقى كورت القدم كانت بدأت تاخد يعني كنا خطمنا فيها خطوة كبيرة شوية لدرجة إن الحكومة حتى اهتمت بالمشكلة لأن المشكلة كان في وقتها الأهرام عم مخصص صفحة اسمها صفحة الألعاب الرياضية وكانت بتنادي بمشاركة اللاعب كانت بتنقل رأي الجماهير في الشارع تدخل سعد باشا زغلول اللي هو رئيس الحكومة وتواصل مع وزير المعارف وأقنعه أنه هو محمود بختار الفعي سافر مع البعثة ويمتحن هناك في فرنسا عن طريق المفاوضات المصرية ينتقل 1928 قصة شهيرة حسين حجازي كلمتك عن حسين حجازي ده كواحد من أهم اللاعبة من أباء كورت القدم هو صاحب الكرة في مصر حسين حجازي كان في نهاية كاس سلطان حسين عام 1928 قبل البطولة مباشرة بيتأهل الأهل والترسال اللي كانوا أكبر قوتين في مصر في الوقت ده عشين لعبوا المباراة نهائية على فكرة كاس سلطان حسين في الفترة دي أقول لك معلومة غريبة كده الأهل شارك بتلت فرق في البطولة دي هتقولي إزاي؟ آه شارك بالأهل الأحمر اللي هو الفريق الأول والأهل الأبيض اللي هو الفريق الثاني والأهل الأزرق اللي هو الفريق الثالث على فكرة القصة دي إن فريقي شارك حصلت كتير بأكتر من فريقي حتى في الأولمبياد عام 1908 في نسخة لندن منتخب فرنسا شارك بفريقين آه فرنسا أي وفرنسا بيلا قصة كده كبيرة شوية دي ما حصلش دي بتحصل لأول وآخر مرة حتى مثلا ريال مدريد في نهاية كاس الملك عام 1980 شارك بريال مدريد لعب في المباراة نهائية لريال مدريد باستيا اللي هو الفريق الثاني يعني القصة دي حصلت أكتر من مرة في عام 1928 الترسانة فازز بهدفين على الرياض كان سجل هدفين لعب الترسانة واللي شارك أصلا أيضا مع منتخب مصر في عام 1928 في الأولمبياد حسين حجازي بقى رفض يطلع يستلم المديليات حرض اللعبا ومحدش يطلع يستلم المديليات وده اللي حط مندوب الملك فحرك كبير جدا فالعقاب بقى جالوا من جعفر والي باشر رئيس نادي الأهلي ورئيس اتحاد الكورة يعني نادي الأهلي ضلع قرار بإيقافه ثلاث شهور يعني عشان يوقفوا حسين حجازي ثلاث شهور ورغم محاولات الاتحاد مع جعفر والي باشر عشان حسين حجازي لعب مهم ولكن النادي الأهلي بمبادئه أصر يوقف حسين حجازي علشان ما يروحش يشارك في الأولمبياد عام 1928 البطولة كمان اللي عملنا فيها إنجاز كبير جدا مدير فني جاي في طريق كرد قدم المصرية جيمس كلارك والتن ماكري صحيح تفاوضنا مع مدير اسكوتلندي قبله بس ما نفعتش المفاوضات والمدير فني ده كان اسمه أليك ماكنير كان بيلعب في نادي داند الاسكوتلندي الله